في سوريا قد ترتكب جريمة إلكترونية كما يطلق عليها النظام فتصبح متهما بالنيل من هيبة الدولة أو مكانتها المالية وقد يصل بك الأمر إلى السجن المؤبد رئيس النظام بشار الأسد يصدر قانونا خاصا بالجرائم المعلوماتية يتألف من خمسين مادة يقضي بتجديد العقوبات المتعلقة بالنشر عبر الوسائل الإلكترونية العقوبات والغرامات التي نص عليها القانون تتدرج بحسب نوع الجريمة المعلوماتية وتبدأ من السجن لمدة شهر واحد وتصل إلى السجن لمدة خمسة عشر عاما والسجن المؤبد في بعض الحالات وتتراوح الغرامات المالية ما بين مئتي ألف ليرة إلى خمسة وعشرين مليون ليرة سوريا المادة السابعة والعشرون من القانون تعاقب بالاعتقال من سبعة إلى خمسة عشر عاما وغرامة من عشرة إلى خمسة عشر مليون ليرة لكل مسؤول عن محتوى رقمي يدعو إلى تغيير الدستور أو استهداف سيادة الدولة أو إثارة عصيان مسلح ومحاولة تغيير نظام الحكم أما المادة الثامنة والعشرون فنصت على السجن من ثلاثة إلى خمسة أعوام وغرامة من خمسة إلى عشرة ملايين ليرة لكل من ينشر أخبارا كاذبة من شأنها النيل من هيبة الدولة فيما نصت المادة التسعة والعشرون على السجن من أربعة إلى خمسة عشر عاما وغرامة من خمسة إلى عشرة ملايين ليرة سوريا بحق كل محتوى يزعزع الثقة في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة في النشرات الرسمية أما السجن المؤبد والغرامة المالية التي تصل إلى عشرة ملايين ليرة فقد نصت عليها المادة الثلاثون وتطبق بحق من ينشر محتوى بقصد الإتجار بالمخدرات قوانين النظام وتعديلاتها تأتي في وقت يعيش فيه السوريون في مناطق سيطرته أوضاعا اقتصادية غاية في السوء وغلاءا فاحشا في الأسعار ناهيك عن ندرة العديد من المواد الأساسية